السلام عليكم هذا سيد يعيش في فيلا كبيرة وهو مراته وبنته هذا السيد توفى بقى صغير مراته وبنته وعيش معهم وحد خدامة كانوا جايبينها من البلاد جايبينها صغيرة وكبريات معهم تماما في فيلا يعني تتسخر لهم تتقضي المغارات لهم قبل غير شغلتها على الدار وصافي لا تتخرج مكان مكان المهم اليوم غدا اليوم غدا العام على اخر الدرية الخدامة كبريات كبريات وكما قلنا هي عيشة غير مع هذه الحاجة ومع ابنتها المهم هذه الدرية واحد نار تعرفات على واحد الولد ثم ولد دوارهم تعرف عليها وبغي تزوج بها واختبها من دارهم هذا الشيء المهم موافقات الدرية وبقى يخرجوا ومشي ووياه والسيد لا يخدم خدمة المزيانة يعني يقضي الحال وصافي يعني يخدمه بكتافه كما نقوله المهمة الدرية التي تخرج منها ودخل منها تعود لي ماذا يأكله وشربه وشربه وشريه 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 قال له أنا أشوفي أن يريد أن أشريك وأن أزوجكنا أرغبك وأأنك سأرى حالا ضعيفا وكانت تعطلوه لم يرى إلى ما تنملكنا الحاجة من المال أو فلسلavaş وكذا أمرنا قال لـ الحاجة ليست من سلك قال له كيف لأنا تستخدمين حاجة بالتحامل والخدامة لأnın قليل لا يسعدك عن إيجاب أول من سنبقى قال لي لا لا تستطيعني أي شيء حاجة ليست بمعرضها المهم قال لها شوفي قال لها ذاك الذهب والكلوس خاصة ان اخذوها سيري شوفي الشي طريقة وجيبيهم يكتيك يتيقوا فيك وعيش معهم من صغرك سيري دخلي هزيها جيبي هاليا وبقى يعيش معهم معادي شكون داها شكون داها شو شفار دخل شفارها ومشى تما يدي وما يجيبوا فيك المهم الدرية مبغيتش ابقى عليها بحلماء كتر واحد النهار نجاعدها قال لها شوفي انا جبت لك واحد الخطاب هو لا 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 يقوش بينها قال لي اما هي قال لها يكتية كينة يرتية والحاجة وبنتها والأساس قال لي اه قال لها شينهار ستسخر هذا الأساس يتفاوت على الباب ستدخليني سندخل على البيت سنسمر سماية ليلة تين عسب نادم سندخل ونقش الضار سيرجع سنكتفك وانك تدخل شفار وكتفك سنحييد لي الباب وننصله ونحييده ونصابه هنا سوف يدخل في حالتي سوف يعرف اكثر وانكتل في لها المهم تعافقوا على هذا النهار ودعو الفعله لهم هذا اليوم موجود فعلا ناس سخرة الأستاس لا أعرف سيفتها بشي حاجة ضخرة الدار اقلس تليل طاح الليل مشاش شرجم دير البيت مشاش نصله حيدو زي ما ترى واحد حيدو ومشا ورعته فين كين الدهب فين وفده البيت اللي هي ورعته البيت فيك تنعز الحاجة ورعته البيت اللي حطين فيه الفلوس ودهبو ذك شي ومشاق جايب مع هوا ومشاق جايب مع البيت ومشاق 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 البيت اللي حطين يقلب المجرين اعطيته يجب دهب يجب الفلوس يجب اي حاجة ساوية هزهم ضربهم في الصاكع يجب واحد القنباء اتفذ الخدامة من يديه ومجلياق ودليه وحزيف على فمان الزماتين وقلاتين خرج أنا اللي غوتي ومشاق ويجب اذن فakaه تتغوت ف83 ومشاق لا لكن الذهاب وظيف على فمان ودخل ومعرفين مستخدمين لم يكن من المساعدة لا يعرفين مستخدمين مستخدمين مهم فقط أردت المكينة في الدهاب بفلوس أعطوا البوليس البوليس جاءوا في الحال البوليس جاءوا في يدك الليل جاءوا تمامايا أشكين مكين قالت لهم الخدامة وصلوا شفار من شرجة البيت وصدوا فمي وكتفني ويبدوا ليه مستخدمين ودخلوا شفار مع رسوة شفار البوليس جاءوا الحاجة قالوا اشوفوا اي حاجة نقصك أمشاد كما قلناها أصلا عارفة الدهب ومشاد ليه الدهب ومشاد ليه الفلوس ومشاد ليه أي حاجة هنا وراتهم من مهزوزين ومشادوا لقاء المكان من مهزوزين جاءوا قالوا لها قالوا للحاجة البوليس نحن نشكو في هذه الخدامات قد ستكون امبليكي معه لماذا البوليس يشكو في هذه اللحظة؟ لأنه مساف القاعدية بينها قالوا لها وقالوا للحاجة والسيد حل الشرج وحطه ودخل وكتف الدرية ومشاد ليه خوان على خاطر ومشاد ليه الدهب تحاجم قيوصها في الدار من غير هذا المجر والدرية ما غوطيت ما غوطيت ومن يدخل ليه غوطي من يدخل عليك المال المال اللحظة غوطي يعني قاعدية بينا أمبليكي معه المهم قاعدة البوليس دار المعين كما قلنا قاعدة الزوت يقنبه ودخل شربطها وهزوت البنت يأتي لكي يدخلوا معها البحث وقالوا الحاجة قالوا تطلحق لنا الكوميسارية في الصباح المهم درية الخدامة الدوهة عمقوا معها البحث لأنه المشكو فيه رقم واحد وما خلواش البوليس تقدر تهرب البنت المهم الدوهة كما قلنا قالوا لها عودين مرة قلنا بحطي الموس هنا على رقبها في جهة اليمن مرة قلنا بحطي وكتفني وربطني وقالوا لها البوليس كيف هو حط لك الموس ويكتفك بيد وحدك يكتفك لا يمكن السيدة يجب أن تخرج قالوا لها البوليس وشعل الضولة بقطافي قالوا لها لا وكيف قطافي هو من هنا يعرف ايدك من فمك من رجليك ويعرفك كديري هو أصلا الضلمة في ذلك العين والبوليس الضلمة يعني بلده وما تشوفتها المهم السيدة والذي تدخل والذي تخرج والذي تخربك ولا أعرف ما تقول هذه الخطة للعوجة لا أعرف ولا أعرف لا أعرف المهم السيدة ما لا الا الاعتراف وقالت لهم ما نقول لكم السيدة بغي تزوج بي وره هو الذي قال لي نديروا هذه الخطة لكي نديرها بالحاجة وقالت لهم السيدة كما قلنا كان بغي تزوج بي وكننا بغي نديروا العرس وما عندوه هو على قد الحال وما أخذ دعم يعني يش أخذ ما على قد الحال وصافي وقررنا ندير هذه الخطة لكي نعاون ونوصلنا شوية وصافي قالوا لها البوليس السيدة هذا فيك يسكن يقاتلهم في البلاصة يعني بعيدة 81 كولومات أمشى أوليك البوليس في هذه الليل أمشى جابوه جابوه عم عدمه ونيت ساكن عدمه جابوه الكوميسيارية جابوه لقعوا عدو الدهيب باقي خازنة المياه والفلوس يا الله أجابوه أجابوه قالوا لي هو مول الفعل أشكد قوليني فالشي هذا أقول لهم عندما نقول لكم أنا أتعرس مال البنت وأريد أن نزوج بها لأسنة الله ورسوله ولكن ما عندي الحالة ضعيفة لغالب الله خدام على قد الحال مرة نخدم مرة أريد أن نتحن ندير دويرتنا والعليس وذلك وغرضنا الشيطان وقطعنا الخطة ودرناها والمهم اعترف بما نسبة إليه والتابع وبجوج من أجل جناية سريقة الموصوفة الموصوفة جديدة لديها الليل وكثر من واحد لكش الموصوفة بجوج ولكن الاستفادة التي يريد أن نستخدم هذه القصة هي أن الدهب لا يجب أن يكون في الدار والدهب من الأحسن لا يجب أن يكون في الدار يعني الناس الذين يستخدمون الله يضعونه في لابن كما تعلم كما تعلم لأن الدهب خفيف لا يجب أن يكون كمية الخطار في الدار يعني السيدة تكون فقط في الحاجة مثلا لبنتها كان يرتكب الجارية لا يقتلها مثلا و السلام عليكم و السلام عليكم